بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فوقفنا على حديث الوحي بدء الوحي من صحيح البخاري وقد شرحنا أسبوع الماضي الحديث وقلنا حديث لما فتر أي انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رواية في صحيح البخاري رواية الزهري قلنا بأن هذه من بلاغات الزهري والزهري تابعين وليس الصحابة لكن كونه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي أيام على الصحيح فتر الوحي انقطع الوحي بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتري الحيرة والدهشة ثم ذكر الحديث حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا انظر بلغنا الزهري ليس صحابه والتابعين قد يخطأون وقد يرسلون يرسل لما يقول عند المحديث يقول التابعين إذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم تابعين هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يكون ضعيف من هنا لأن التابعين كحسن البصري وسعيد بن مسيب وعطاء والزهري هؤلاء تابعين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا حزن حزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يترد من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدأ له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هذا الحديث بهذا الصير الضعيف ولا يصح ولا يلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلق بمسلم أن يلقي يقتل نفسه فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمستشرقين والليبرالين والعلماني والحداثة والتنويرين هذه جماعة كلها تحارب الإسلام قالوا في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أراضي ينتحل طبعا العوام من الناس ما يعرفون إيش صحيح كل ما في صحيح البخاري بينهم صحيح كلها كل ما في صحيح البخاري أحاديث مسندة يعني عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه صحيحة أما الباقي قول صحيحة الصحابي أبو البخاري لما يقول قال قال أبو هريرة أين السند لا يوجد سند هذا يسمى معلق من المعلقات معلقة غالبها صحيحة لكن لأن أوصلها ابن حجر له كتاب اسمه التغليق التعليق أوصل جميع لأن الحديث لابد يكون سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة لكن هذه رواية مثل هذه رواية طعيفة لا يصح ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنا أكدت هذا الأسبوع على هذا الحديث لأن العوام يعني لما يسمعون مثل هذه الفاظ في حق النبي صلى الله عليه وسلم يشكون في صحيح البخاري وصحيح البخاري ومسلم الصح كتابي بعد كتاب الله عز وجل وأنتم تسمعون من زيد وعمر وعبيد يقولون بأنه كل كتاب نشك فيه إلا كتاب الله عز وجل هذا خطأ كيف تشك في صحيح البخاري كيف تشك في صحيح المسلم تقبلتها الأمة بالقبول الصح كتابي صحيح البخاري ومسلم فلا يجوز في حق أي واحد يقول بأن صحيح البخارة ضعيف فيه ومسلم ضعيف فيه لا يقال بهذه الطريقة نحن عندنا طريقة النقد الأحاديث يكون نقد بناء يعني يبين الحديث على أصول وقواعد المحدثين وهناك نقد الحديث نقد يعني هدم الحديث هدم السنة كسر السنة إذا هدمت السنة هدمت الدين لأن القرآن ما نستطيع نعمل بها وحده الزكاة والصلاة والعبادات والبيوع كلها لم تفصل في كتاب الله عز وجل أين فصلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يستطيعون على القرآن لكن قاموا ماذا يهدمون يهدمون رأس الكتاب رأس الهرم كما يقال يبدأ بصحيح البخاري ثم مسلم جبريل عليه السلام ينزل بالوحي مرة ثانية قال ابن حجر وكان ذلك أن انقطاع الوحي أياما على الصحيح على أيام ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروح يعني خوف وليحصل له التشوف إلى العود حتى يكون عنده التشويق للعود وقدرة وقوة فلما تقلصت ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعلم يعني تيقن بأنه هو نبي ما زال لم يكن رسولا نبي كيف؟ بقوله اقرأ ولذلك يقولون اقرأ نبئ النبي صلى الله عليه وسلم باقرأ وأرسله بالمدثر يعني صار نبيا بقوله اقرأ يعني صار نبيا نبئه هكذا يقولون وأرسله بالمدثر سيأتينا كلام عن سورة المدثر أرسله الله عز وجل بمقطع من هذه السورة ثم وأنما جاءه السفير الوحي وجبريل عليه السلام ينقل إليه خبر السماء وصر تشوفه وارتفاع المجيء الوحي سببا في ثبات واحتماله عند ما يعود جبريل عليه السلام وجاء جبريل للمرة الثانية كما جاء في صحيح البخاري الحديث الأول وارذكرنا الصحيح مستم حديث الثاني هذا حديث في صحيح البخاري عفوا صحيح البخاري كذلك من حديث عائشة أما هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي عن فترة يعني انقطاع الوحي قال فبينما أنا أمشي كلا الحديثين في البخاري فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء نظر هكذا إلى السماء فإذا الملك فإذا الملك الذي جاءني بحراء يعني غار الحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض لا إله إلا الله هذا المخلوق من مخلوقات الله عزو الله فكيف بخالق فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض جثى على ركبته هوى إلى الأرض صلوات ربي وسلم حينما رأى هذا المخلوق العظيم فجئت أهلي رجع إلى خديجة رضي الله فقال زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر إلى قوله فهجر يا أيها المدثر قم فأنذر هنا صار الرسول وربك فكبر أي عظمه وثيابك فطهر أي طهر من النجاسات والرجزة أي الأصنام فهجر تركه ثم حمي الوحي وتتابع هنا لنا وقفة مع المستشرقين أولا ما معنى المستشرق المستشرق الغربي يهودي أو نصراني يتعلم دين الإسلام حتى يطعم في دين الإسلام يعني المستشرق الغربي يتعلم دين الشرق لماذا سمع مستشرق أن يطلب دين الشرق لا لأجل أن يتقرب إلى الله عزيزي بل لأجل يبحث عن الشبهات ثم يشكك المسلمون يشكك المسلمين في دينهم يشكك في دينهم حتى يخرجون الناس يخرج المسلمين من النور إلى الظلمات قالوا إن حديث الوحي هو الأساس الذي يترتب عليه أهل السنة قالوا إن حديث الوحي حتى هم قالوا حديث الوحي يعني حديث بدء الوحي هذا اللي نتكلم عنه هو الأساس الذي يترتب عليه جميع حقائق الدين من العقيدة والإيمان والشريعة كلها وهو مدخل إلى الإيمان يسائل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من أجل هذا يهتم محترف التشكيق بالإسلام يحترفون هؤلاء بمعالجة موضوع الوحي من أجل ماذا التلبيس في حقيقته يلبسون على الناس يخلطون يخلطون على الناس والخلط بينه وبين الإلهام أو حديث النفس بين الوحي والإلهام وحديث النفس أو الصرع وقد تبار المستشرقون وتنافسوا في إطلاق الكلمات وسرح بهم الخيال في بيان ما زعموا أنه التوضيح للحالة التي جرت مع النبي صحصم ما هي هذه الحالة هل وحي ولا كذب فمنهم قالوا بأنه أن محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أن محمدا لم يزل يفكر إلى أن تكونت في نفسي بطريقة الكشف عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء بالقضاء على الوثنية يعني جاب عقيدة من نفسه وألف كتاب من القرآن وحتى يقضي على الوثنية وبعضهم قالوا لا أن محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هم ما يصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن محمدا إنما تعلم القرآن ومبادئ لسان من بحير الراهب مرت معانا بحير الراهب وبعضهم قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رجلا عصبيا أو مصابا بداء الصرع هذا ليس وحي هذا الصرع هذه عصبية نحن المسلمون ماذا نقول نحن المسلمين المؤمنين نقول حينما نسمع مثل هذه التراهات ندرك في جلاء ووضوح الحكمة إلهية من بدء نزول الوحي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة التي ذكرتها كتب السنة ثم فتر الوحي ثم تتاب نقول طيب لماذا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بعيني رأسه لأول مرة وقد كان بالإمكان أن يكون الوحي من وراء حجاب سؤال الثاني لماذا قذف الله عز وجل في قلبه صلى الله عز وجل الرعب من الملك والحيرة فيهم فهم حقيقته مع فهم حقيقته مع أن مقتضي محبة الله عز وجل لنبيه أن يلقي السكينة في قلبه ويربط على فؤاده فلا يخاف وسؤال الثاني لماذا خشي النبي صلى الله عز وجل على نفسه أن يكون هذا شيء الذي تمثل له في الغار أتي من الجن قد يكون من الجن ولم يرجح أن يكون ملكا من عند الله عز وجل سؤال سؤال لماذا فتر الوحي انقطع ثم نزل مرة ثانية وكان من مقتضى الوحي أن يستمر دون انقطاع كل ذلك نقول باهرة لصاحب الفكر الحر للوصول إلى الحقيقة الواقية عن الوقوع في شرك المستشرقين وأتبعهم هذه كلها نقول نحن سمعنا وأطعنا لا نقول لماذا لماذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يجوز في حقنا نقول لماذا يا الله لا نعترض على الله عز وجل لقد فجأ رسول الله صلى الله صلى الله وعلى الله وهو في غار حراب جبريل أمامه يراه بعينيه قائلا لو اقرأ حتى نتبين أن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى حديث النفس وإنما هي استقبال وتلقي لحقيقة خارجية حتى نخرج من مسألة الصرع أو مسألة أمور نفسية ولقد داخله الخوف صلى الله عليه وسلم مع الرعب مما سمع ورأى لكي يتضح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن متشوفا لرسالة لا يبحث أن يكون نبيا التي سيدعى إلى حملها وبثها في العالم بل الأمر اصطفاه الله عز وجل اصطفاء من الله عز وجل قال الله تعالى الله يصطفي يختار يعني الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعني هناك ملائكة رسل كجبري موكل بالوحي ومن الناس كالأنبياء والمرسلين ثم إن الإلهام أو حديث النفس يقول أو الإشراق الروحي لا تستدعي الخوف الرعب لا تستدعي إذن فحديث بدء الوحي على النحو المذكور ينطوي على تهديم كل ما يحاول المشككون تخيلي إلى الناس في أمر الوحي والنبوة ثم الآن استطرد في بيان أقسام الوحي هناك أقسام الوحي تعدد الطرق الوحي التي كان يوحي بها الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها تكلم الله عز وجل مباشرة من وراء حجاب يقظة كما حصل في ليلة الإسراء والمعراج ومناما كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في صحيح الترمذ صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة أي في المنام فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملو الأعلى قلت ربي لا أدري هذا في المنام تكلم الله عز وجل من وراء حجاب والنوع الثاني أو قسم الثاني النفس في الروح وليس روع في الروح يعني القلب أو النفس وهو ما يخذفه الله عز وجل في قلب الموحى إليه مما أراد الله عز وجل وهو داخل في الوحي المذكور في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه عليم حكيم جاء في صحيح الجامع صحاه الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام إن روح القدس نفث في روع روع وليس روع في روع أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزق رزقها فاتقوا الله وأجمل في الطلب ولا يحمل أنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته إذن نفذ نفس أيضا في روع النبي صلى الله النفس في روع يعني في نفسه قال إمام المناوي أي ألقي الوحي في خلدي وبالي أو في نفسي أو قلبي أو عقلي هذا معنى روعي من غير أن أسمعه ولا أراه الرؤية الصادقة أيضا الثالثة الرؤية الصادقة مرت معنا في أول محاضرة جاء في صهي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنتي الصديق قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح مثل فلق الصبح يعني صادق جاء في صهي البخاري قال عبيد بن عمير وهو من كبار التابعين عبيد بن عمير رؤية الأنبياء وحي رؤية الأنبياء وحي وقرأ ثم قرأ قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك إبراهيم عليه السلام حينما رأى أنه يذبح الله عنها عن قوله تعالى ولقد رأاه بالأفق المبين وقوله ولقد رأاه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين قالت أول من سأل هذه الأمة فقال فقال إنما هو جبريل لم أراه على صورتي التي خلق عليها غير هاتين مرتين مرتين فقط وكان له ستة مئة جناح وقد سد الأفق رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض الله هذا صورة وصورة الأخرى أن يأتي مثل صلصلة الجرس صلصلة الجرس هذا من أصعب ما يكون الوحي كما سيأتي الكلام عليه جاء في صحيح البخاري مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتي كالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال قال إمام البغوي رحمة الله عليه قول يأتيني مثل صلصلة الجرس الصلصة لصوت الحديد إذا تحرك صوت الحديد حديد إذا تحرك مثل الصلصات أفرضه ويفهمه مع كونه صوتا متتابعا مزعجا ولذلك كان يتغير لونه صلى الله عليه وسلم ويتفسط عرقه ويعتريه مثل حال المحموم مزعجا مزعجا ومزعجا 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 لما استطاع شيئا من ذلك ولهلك عند مشافة الملك إذ ليس في قوة البشر المعتادة تحمل ذلك الوجه هذا كلام إمام البغوي قال المبارك فوري وهو أشد عليه أي هذا القسم من الوحي أشد أقسامه على فهم المقصود لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود وفايتة هذه الشدة ما يترتب عليه المشقة من زيادة الزلفة ورفعة الدرجات يعني كلما اشتده تقرب إلى الله عز وجل زيادته وصور أخرى من صور جبريل عليه السلام يتمثل له رجلا قد يرى من الصحابة كما جاء تمثل بحدي الدحية الكلبي كما في حدي جبريل المشور وقد تمثل للنبي صلى بصورة الرجل الغريب إذ دخل علينا الرجل شديد بيض الثياب شديد السواد الشعر سيأتينا إن شاء الله في ربعين وينشر هذا الحديث الحديث الثاني جاء في صحيح البخاري ومسلم وقد لا يرى منهم كما لا يرى صحابة ولكن يأتي كرجل كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن إشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول كيف يأتي كالوحي فقال صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يعني مثل رجل لكن يتمثل فيكلمني فأعي ما يقل صحابة ما رأوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه وكان صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل عليه بالوحيد لما تنزل عليه ينزل عليه الآيات يعاني ويظهر ذلك بالعرق الذي كان يسيل من جباته عرق يتعرق وجبئين في اليوم الشديد البرد برد برد قارص الوحي صعب ونحن لا يأتينا وحي قرآن وسنة أمامنا ولا نبال ولا نعمل بهما إلا أن بعض الصور الوحي كانت علي يسيرة كتشكل جبري بصورة رجل إلا أن أشدها عليه الصلاة وسم كانت مجيء الوحي على مثل صلصة الجرس وكانت تحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي عليه أحوال يراها ويسمعها ويشعر بها ومن حولها من أصحابه رضي الله عنهم وفي بعضها معاناة شديدة من ذلك أنهم كانوا يسمعون عند وجهه دويا كدوي النحل ما معنى دوي صوت النحل دوي معنى صوت جاء في المسن دمام أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي النحل يعني عمر يسمع دوي النحل من وجه النبي صاصم طيب هناك صلصلة الجارس هناك دوي النحل كيف نجمع بينهما نحن علماء الإسلام يتعاملون مع الأدلة على أربع مراتب لا بد تفهم هذا وتتعلم هذا الأول الجمع بين النصوص يعني إذا أشكال عليك حديث هناك حديث ظاهره تعرض ظاهره الدين ليس فيه تعرض لكن يظهر لك تعرض فالعلماء ماذا يفعلون يجمعون بين هذا النص وهذا النص حتى يعملوا بنصين المرتبة الثانية الترجيح يكون أحدهم أرجح من أثناء قول هذا قول راجح لتليلهم كذا أقوى والثاني مرجح الأمر الثالث عاملون النص إذا يمكن أحد الدليلين منسخ والآخر ناسخ سنتكلم إن شاء الله إذا جاء في بعض المساء في الحديث إن شاء الله والأمر الرابع يكون التوقف هنا جمع حافظ بن حجر رحمة الله عليه بين حديثين صلصة الجرس كصلصة الجرس وصوت الدوي قال حافظ بن حجر قال في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل والصلصة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه سلام فشبه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين وشبه أنه صلى الله بصلصة الجرس بالنسبة إلى مقامه يعني النبي بالنسبة له صلصة الجرس قوية جدا وبالنسبة الناس إذا سمعوا مثلا الوحي كدوي النحل يعني لا يتأثرون لأن كصوت النحل جاء في صحيح البخار مسلم أن جبينه وجبهته تفضيان بالعرق جبينه وجبهته في اليوم الشديد البرد إن سنوقي عليك قولا ثقيل القرآن والسنة ثقيل جدا فالدين ليس بسهل الذي يقول لك الدين سهل وطلب العلم سهل نقول له لا تكذب علينا السوق لا تكذب على الآخر الدين يحتاج الصبر والتصبر والتحمل الناس يعني فقدوا أرواحهم ودباؤهم وأموالهم لأجل هذا الدين ضربوا وجلدوا وعذبوا لأجل هذا الدين قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا وفي لفظ آخر ثم تفيد جبهته عرقا يفصم فيفصم عنه أن ينقطع ينقطع عنه الوحي يتفصط أن يسيل عرقا قال الحافظ بن حجر وفي قولها في اليوم الشديد البرد ذلال على كثرة معاناة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادات وهو كثرة العرق في شدة البرد الأصل في البرد إنسان يبرد لا يتعرق لكن انظروا شدة الوحي قوة الوحي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفصط عرقا يتفصط عرقا صلوات ربي وسلام سلام عليه جاء في صحيح المسلم في صحيح المسلم عن عائشة رضي الله في حديث البراءة من حادثة الإفك سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل لما رموا عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله ليومنا هذا أعداء الإسلام يتكلمون في حق أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عائشة حتى إنه ليتحدر منه انظر العرق تفصل في العرق توصف العرق تقول إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق ما أعمل الجمان هو حب فضة مثل الفضة يعمل على شكل اللؤلؤ يعني مثل اللؤلؤ عرق مثل اللؤلؤ وقد يسمى جمان أيضا اللؤلؤ إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي في اليوم الشتاء من ثقل القول الذي منزل عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جاء في صحي البخاري عن زيد بن الثابت أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه يعني جنب مروان بن الحكم زيد بن الثابت فأخبرنا أن زيد بن الثابت أخبره زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه يعني نزل عليه لأنه زيد كان من الكتاب الوحي لا يستوى القاعدون من المؤمنين إلى قوله والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن أم كتم المؤذن الثاني المؤذن الأول بلال بن رباح والمؤذن الثاني ابن أم مكتوم كان ضريرا أعمى لا يراه فجاء ابن أم مكتوم وهو يمل يملها عليه يعني يمل يمل على زيد بن الثابت قال يا رسول الله والله لو استطيعوا الجهاد لجاهدته يعني عبد الله بن أم مكتوم يقول لو استطعتوا الجهاد لجاهدته وكان أعمى فأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي انظر فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوق فخذ زيد بن ثابت فثقولت علي حتى خفت أنت فرض فخذي فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضر غير أولي الضر انظر يعني ثقل جبريل عليه السلام حتى كادت ترد فخذ زيد بن ثابت جاء عند أحمد مسند أحمد والبيهقي بعضهم يضعفون هذا الأثر أنا أذكره حتى إذا ضعيف أذكر لكن أذكر بأنه بعضهم يضعفون هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يعني على الجمل فتضرب بجيرانها الجيران يعني معناه باطن عنق يعني الجمل ينزل تحت الأرض فتضرب بجيرانها يعني باطن الجيران باطن عنق الناقة قال إمام السندي تضرب بجيرانها باطن العنق والبعير إذا استراح مد عنقه على الأرض هكذا ينكبس على الأرض جاء في صحيح مسلم وكان في قوله تصيبه الشدة عن عائشة رضي الله عنها ذكرنا الحديث حديث الإفك عن حديث براءة براءة من الإفك قالت فوالله ما راما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلسه ولا خرج من أهل أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان أخذه من البرحاء عند الوحي البرحاء هو شدة الكرب وشدة الحمى شدة الكرب أو شدة الحمى يأخذه من البرحاء عند الوحي يعني يأخذه شدة الكرب أو شدة الحمى يعني يمرث ويأتي من يأتي ينكر الوحي ويتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد صحفي صحيح مسلم كان يتغير صلى الله عليه وسلم وجهه فيتربد ثم يحمره عن عبادة ابن صامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه تربد وجهه أي علته غابرة والربد تغير البياض إلى السواد إنما حصل هذا الشيء سبهم لعظم موقع الوحي قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة يعني معنى تربد تغير وجهه وصارك لون الرماد لون الرماد وتربى وجهه لون الرماد تغير وجهه جاء صحيح البخاري ومسلم وقد وصف الصحابي الجليل يعلى بن أمية هو وجه النبي صلى الله عليه وسلم عنده وزوله الوحي عليه بقوله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يعني تغير وجه صار أحمر يغيط ساعة ثم سرية عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا يعني يسئلون سؤال أحيانا لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخبره جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم يتعب حتى يوصل هذه الرسالة لسائل ما يصدر هذا الحكم قد يكون حكم عام وقد يكون خاص ثم يأتي مستشرق و رجل لا يعرف كوعه من بوعه يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقد جمع نوعي بين حديث التربط يصير أرمد و حمرة كذرة جوابه قال جمع بين الحديث هنا يقول تربد التغير صار رماد والثاني قال أن حمرة كذرة يقول معناه هذا التربط حمرة كذرة معناه التربط هو نفسها في أوله يتربط ثم يحمر أو العكس كما فيه شرح صحيح مسلم وجاء أيضا حديث آخر في حديث صحيح مسلم كذلك كان صلى الله عليه وسلم ينكس رأسه ويغطيه بثوب عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه ورؤوسهم هكذا أنزله فلما أتلي عنه رفع رأسه أتلي يعني ارتفع عنه الوحي ربع ربع إمام أحمد في مستاذه عن عبد الله بن مسعود قال حديث طويل قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك فيه فتنحى منتبذا خلفنا قال فجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه إنا فتحنا لك فتح مبينا كان صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بسرعة وشدة لماذا ليحفظ عن جبريل عليه الصلاة والسلام حتى نهى الله عز وجل عن ذلك وطمئ أنه سيجمع القرآن له في صدره جاء في صحيح بخاري مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى لا تحرك بي لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك به شفتيه فكان يحرك شفتيه حتى يحفظ فأنزل الله عز وجل لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يعني قال جمعه لو في صدر جمعه له في صدرك وتقرأه فجمع الله عز وجل الكتاب الله عز وجل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأناه يعني جبري عز وجل عز وجل فإذا قرأه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت يعني استمع ثم احفظ ثم إن علينا بيانه احتاج إلى التفسير بيان ثم إن علينا أن تقرأه فكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتىه جبريل أن إذا أتىه جبريل استمع فإذا فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام و ابن الجوزي يقول تفسير هذا أنه كان يحرك شفتيه بما قد سمعه من جبريل قبل إتمام جبريل الوحي مخافة أن يذهب عنه جبريل وما حفظ فقيل لو لا تحرك به رسانك أي لا تحرك بالقرآن يعني خاف عليه الصلاة والسلام حتى لا لا يفوته شيء من كتاب الله عز وجل لا تحرك به أي القرآن رسانك لتعجل أي بأخذه إن علينا جمعه علينا جمعه وضمه في صدرك صلى الله عليه وسلم فإذا قرأنا أي إذا فرغ جبريل من قراءته فاتبع قرآنه قال من عباس فاستمع وأنصت وهكذا وكان يسمع له غطيت كغطيت البكر وهو صغير الإبل الفتي من الإبل جاء في صحيح البخاري مسلم أيضا عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال ودبت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر تعالى أي سورك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عز وجل الوحي قلت نعم فرفع طرف الثور فنظرت إلي له غطيت وحسبه قال غطيت البكر غطيت عن الصوت ثم أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل يعني بعدما نبه بإقرأ أمره بالدعوة قال يا أيها المدثر لما قال زملوني دثروني ناذب قال يا أيها المدثر قم فأنذر يعني أنذر الناس عن النار وعن عذابه وربك فكبر أي وحده علم الناس توحيد وثيابك فطهر طهر ثيابك من النجاسات والرجز فهجر رجز الأصنام أهجره يعني ابتعد عن الأصنام ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر الدعوة يحتاج إلى الصبر أوامر بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل أمره بالتوحيد فغاية القيام بالإنذار ألا يترك أحدا بمن يخالف مرضات الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة حتى تقع رجفة رجفة وزلزال في قلبه وروعه وكذلك غاية تكبير الرب أي تعظيم الرب ألا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر وتكسر شوكتها وتقلب ظهر البطن ظهرا للبطن حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله عز وجل وغاية التطهير الثياب وهجران الرجز أن يبلغ في تطهير الظاهر يعني الملابس والبطن تسكية النفوس الشركيات والمخالفات الشرعية والحقد والحسد وجميع الشوائب والألوثاء إلى أقصى حد وكمال يمكن لنفس بشرية تحت ظلال رحمة الله عز وجل الوارفة وحفظه حفظ الله عز وجل للنبي صعصب ولخلقه لمن وحد الله عز وجل وأقبل على الله عز وجل بالتوحيد والتوكل على الله عز وجل والعقيدة الصحيحة وغاية وغاية عدم الاستكثار بالمن أو بالمن أن لا يعد فعلاته وجهود فخيمة عظيمة إنسان إذا أعطى لا يمن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى المن والأذى لا ينبغي ولا يليق بمسلم وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيرقاه من أذى وراء من المخالفة والاستهزات والسخرية لأن الله عز وجل قال ولربك فاصبر الداعي لا بد أن يرى من السخرية والاستهزاء فيه ويستهزون بالحجاب ويستهزون باللحياء ويستهزون بدين الله عز وجل لا بد أن نصبر لا بد أن نتحمل هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه صلواته ربي وسلام عليه فإذن تتلخص هذه الموال في أمور نلخص التوحيد لله عز وجل يعني الله عز وجل لما أمره وربك فكبر لا بد أن نعظم الله عز وجل بالتوحيد ونترك الشرك أنت الآن تقول يا أخي نحن مسلمون لماذا تتكلم عن الشرك نقول لأن المسلمون واقعين في الشرك ألا ترى في بلاد المسلمين من يطوف حول القبر ومن يذبح لغير الله ومن ينذر لغير الله عز وجل ويستغيذ غير الله يقول يا حسين يا علي يا عبدالقادر جيلاني يا سيدة زينب يا فلان يا علان المدد المدد يا فلان هذه كلها شركيات لا ينبغي ولا يجوث أن الإنسان يترك عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل إلى عقيدة الوثنيين وكذلك من المسلمين ذابون إلى السحرة إلى السحرة وهذه كفر وإلى العرافين والكاهنة قال عليه الصلاة والسلام من أتى ساحرا وفي رواية كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا أو عرافا لم يصدق مجرد يأتي لا يصدق فقد يتكلم معه لن تقبل منه صلاة أربعين يوما فلذلك كثير من المسلمين يقعون بالأخطاء في التوحيد يحتاجون إلى التوحيد ثم الأمر الأمر الآخر الناز يهتمون إلى توحيد الأمة نحن نقول توحيد الله قبل توحيد الأمة كيف نحن نتوحح مع أهل البدعة ومن يتكلم في حق الله ويسب الصحابة ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رابنا الخوارج والمعتزلة والقدرية يقولون بأن صاحب الكبير كافر مرتد أي ذنب تقترف أنت مرتد كافر فلابد أن نكون موحدين أولا توحيد الله قبل توحيد الأمة والتربية والتصفية لا بد أن نربي أنفسنا على التوحيد والسنة نربي أولادنا نربي زوجاتنا ونربي أزواجنا ونربي أهالينا وأصدقائنا التوحيد توحيد الله عز وجل وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة أول من أمر الله عز وجل أول عبادة وأفضل العبادة أجل العبادة التوحيد يا أيها الناس أعبدوا ربكم أول أمر على الإطلاق وأول نهي في كتاب الله عز وجل الشرك ولا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون فتوحيد الله عز وجل إفراد الله عز وجل بالعبادة توحيد ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وتوحيد بوجوده ويعرف توحيد بوجوده بأربع أشياء الحس بالحس يعرف ويعرف بالفطرة ويعرف بالشريعة يعني بالأذلة بالحس والفطرة والشريعة والعقل بأربعة أمور إنسان يعرف وجود الله عز وجل ويؤمن بوجوده الله عز وجل وكذلك الإيمان بيوم الآخر إيمان بيوم الآخر يجب أن نؤمن وتؤمن بالله واليوم الآخر الناس غافلين عن أحوال وأهوال يوم الآخرة يحتاج إيمان بيوم الآخر والقيام بتسكية النفس اهتمام بالأخلاق اهتمام بأعمال القلب يسموه أعمال الباطن وأعمال الظاهر كذلك ينبغي أن نهتم بهذه وألفاظ والفواحش لا نتكلم فيما يبغضه الله عز وجل قد صحنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل إلا يتكلم بكلمة من صخة الله لا يلقي لها بال كلمة واحدة ياهوالله في نار جهنم سبعين خريفا سبعين سنة كلمة واحدة ما يلفظ من قول إلا الذي رقيم عتيت فلابد ويجب علينا أن نتخلق بأخلاق الإسلام ظاهر المباطن لا نحسد بعضنا بعضا ولا نسب بعضنا بعضا ولا نتكبر ولا نحتقر بعضنا بعضا كلنا من آدم وآذب من تراب وكذلك تفويض الأمور أوكل على الله عز وجل يجب علينا لاعتماد الكامل والأخذ بالأسباب يجب علينا في أمور دين والدنيا التوكل على الله هو الاعتماد الكامل ما يأخذ بالأسباب بعضنا يعتمدون بالأسباب ويتركونا التوكل وبعضهم يعتمدون على التوكل ويتركونا الأسباب قرنان لا يفترقان فيجب الاعتماد على الله وأخذ بالأسباب وكذلك الإيمان بالرسل يجب علينا إيمان في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته الرشيدة ثم إنما طالع الآيات تضمنت النذاء العلوي في صوت الكبير المتعان بانتذاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل وانتزع من النوم والتدثر والتدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة قال تعالى أيها المدثر قم فأنذر كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا أما أنت الذي تحمل هذا العبع الكبير فما لك والنوم لا تنام وما لك والراحة في الآخرة وما لك والفراش الدافع والعيش الهادئ والمتاع المريح قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبأ الثقيل المهيأ لك قم للجهد والنصب والكدح والتعب قم فقد مضى وقت النوم والراحة وما عاد منذ اليوم إلا أسار المتواصل والجهاد الطويل الشاق قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد إنها لكلمة عظيمة ورهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافع لتدفع به في الخطم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو إلى الله عز وجل وإلى الجهاد وأخرج الناس من الظلمات إلى النور وعلمهم الأخلاق وعثت لأتممها وفي رأي أكمل مكارم الأخلاق علمهم أعمال الظاهر والباطنة لو لا هذا الوحي لكنا في الهلاك ولكنا مثل البهائم والحمد لله أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا وأنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا وأنزل إلى النبي صعصة موحيا لكي يعلمنا والله والله لو لا كتاب الله وسنة النبي صعصة ونبي لكنا أسوأ من الحيوانات ألا تروا الناس يأكلون ويشربون كالأنعام ولا يعبدون الله ولا يصلون ولا يذكرون الله عز وجل ولا يشكرون على النعم فأسأل الله العظيم رب العاشر العظيم أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة وعلى محبة الله وعلى محمدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الصحابة والله تعالى أعلى وعلى صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين